اخواني اخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم مرة اخرى على قناتكم البيتكوين بالداريجة معانا الفريم دي الاربع ساعات بالنسبة للبيتكوين اخواني اخواتي بحل يتكلمنا في الاول دي الاسبوع قلنا بانا يعني هاد الاسبوع ده ما تكونش واحد حركة قوية دي البيتكوين لماذا هذا السهل قلنا بانا يعني يوم الجمعة وبالتالي يوم السبت غادي تكون الاعياد المسيحية يعني في اوروبا وايضا امريكا البرصة ستكون مغلقة وغا تفتح فقط ثلاثة القادم يعني تقريبا فقط لي ثلاثة ايام يعني وما غاديش يكون فيه التداول يعني بوحدة القيمة كبيرة فلهذا اخواني اخواتي يعني شيء سهل قلنا بانا حركة البيتكوين لا نتوقع قوة في حركة سعر البيتكوين اخواني اخواتي شيء ايضا ام بغي فقط نتكلم لكم عليه يعني بالنسبة لي نحن لازلنا نتكلم على الايجابية وهذا الشيء اكدناه يعني تقريبا اربعة ولا ثلاثة اسابيع قلنا اخواني اخواتي لا بالنسبة للدهب ولا الفيضة ولا ايضا البيتكوين قلنا اخواني اخواتي نارات عافي للاسواق يعني فقط الاخوات اللي التحقوا بنا يعني في الايام الاخيرة فقط ندير واحد الموجز فقط لماذا كنشوفوا بانا التعافي يعني شيء سهل قلنا بانا في الصين الشركات بدأت تفتح ابوابها يعني الشركات بدأت تشغيل بكل قوتها يعني اوروبا وامريكا غالي يجيوها قطع الغيار المواد الخام والسلاسل التوريد في اوروبا وامريكا غالي تشغل ايضا بقوة زيادة الى ذلك تدخن في الولايات المتحدة الامريكية فهو نزل ايضا في اوروبا اضيف الى ذلك ايضا سعر الفائدة نخافض هاد المرة وهذا شيء اتكلمني عليه بكل وضوح كنا ترقبنا في نوفمبر 75 وايضا 50 نقطة بنسبة لديسمبر شيء اخر اخواني اخواتي قلنا ايضا بانا بانا الفيدرالي هدف فقط من الماضي يعني السنة القديمة ما يكونش تركيز دينا على الفيدرالي غادي يكون تركيز دينا على ثلاث دول يعني الصين كوريا الجنوبية وطايوان هل عندها المقدرة بانها تصدر سومي كوندكتور يعني البروسيسور الى اوروبا والى امريكا لان البروسيسور يدخل في التصنيع جميع الالات المنزلية السيارات البواخر الطائرات والى اخيره والان الى رجعنا البيتكوين الفريم دي الارزبع ساعات اخواني اخواتي يعني تقريبا في هاد المناطق هدي كان عنا يعني واحد شورت كبير قبل بضعة ايام لهذا اخواني اخواتي كما كتعرفوه لكن عدد كبير للناس اللي كنتوقعوا النزول فسعر بيتكوين يذهب الى الجهة المقابلة يعني يكون رتفاع والان اخواني اخواتي العديد يعني الاغلب المتداولين فهم يعني ديرين لونغ يعني بالنسبة لي يعني التحرك القادم بالنسبة لبيتكوين ليس قاوي نزول يعني غادي يكون فقط 200 حتى 300 دولار وبالنسبة لي غادي يكون هاد الاتجاه ربما غادي تشكل عنا واحد الامبتان ولا يعني دابل طوب وهاد امبتان فهو دائما سالب انا بالنسبة لي ربما يكون واحد تصحح الى الاسفل بالنسبة لي المناطق اللي قدر يوصل لها البيتكوين يعني يعني في الاسبوع القادم ربما بدنا ندول في هاد المنطقة هادي يعني تقريبا ما بين السعر ديل 16630 دولار حتى السعر ديل 16430 دولار يعني عنا واحد الرينج ديل تقريبا 200 دولار الشيء اخر مهم انبغي ايضا نشاركو معاكم يعني كما كتلاحظو يعني السعر البيتكوين ما قدرناش نتجاوزو اليم اي ديل الخمسين يوم الاخيرة يعني المعدد ديل الخمسين يوم الاخيرة هذا يعني كما كتلاحظو يعني دائما كنت محاوط الاختراق ولكن تبوء بالفشل انا بالنسبة لي الحركة القادمة سوف تكون الى الاسفل ولكن ليست بحركة قوية فقط صحيح طفيف اخواني اخواتي شيء اخر الاعياد المسيحية غادي تكتمل حتى الاثنين يعني لاثنين ايضا الاغلاق يعني من هنا الاثنين القادم ان شاء الله يعني سعر البيتكوين انا بالنسبة ليها اتكون فقط ربما حركة بسيطة الى الاسفل انا لا اتوقع حركة قوية اما بالنسبة للاتجاه العام فانا لازلت ايجابي وكما قلنا يعني كنا تكلمنا عليها كنا تكلمنا عليها بوضوح في الاسابيع الماضية وكما كتلاحظوا يعني قلنا بالنسبة للبيتكوين ايكون السعود ايضا كما كتلاحظوا الدهب اركزنا هنا على مناطق شراء كما كتلاحظوا يعني السعود قوي ايضا بالنسبة للفضة اللي اعطتنا تقريبا 30% دي الارباح اخواني اخواتي شيء اخر يؤكد يعني تصحيح الى الاسفل بالنسبة للمكدي دائما عندما يكون تقاطع الآن تقاطع فهو يعني بيريش كما كتلاحظوا فعننا السلبية والآن اخواني اخواتي كما كتلاحظوا عنا ايضا هنا غدي يكون عنا واحد تقاطع فلهذا اخواني اخواتي انا بالنسبة لي يعني في الايام القادية يكون عنا تصحيح يعني نزول ولكن نزول تفيف ما غديش يأثر على الحركة العامة بالنسبة لسعر البيتكوين فكما كتلاحظوا يعني دائما ما يتكون عنا واحد نزول يعني تكون دائما واحد الرغبة في الشراء وهذا يكون دائما ايجابي للبيتكوين ويرفع السعر الى الاعلى اخواني اخواتي هذا كان فقط الرأي ذي لي بالنسبة لحركة البيتكوين للأيام القادمة ان شاء الله شكرا للمشاهدة وإلى الفيديو القادم ان شاء الله مع السلامة شكرا للمشاهدة